تحية عطرة من المجلس العالمي للعلماء والباحثين نقدم لكم الجزء الأول من الموسوعة العربية للعلماء والباحثين العربي أعضاء المجمع النايتروسيفيكي العالمي للأقطار العربية مع تحيات فريق العمل من مصر البروفيسور أحمد سلامة من العراق البروفيسور هدى خالد من المغرب البروفيسور سعيد كرومي من مصر دكتور مهندس إبراهيم ياسف يتشرف المجلس العالمي للعلماء والباحثين بالتعاون مع المجمع العالمي لعلوم النايتروسيفيك وتطبيقاته بأمريكا بإصدار العدد الأول للموسوعة العربية للباحثين والعلماء العربي فمجال النايتروسيفيك وتطبيقاته المطلوب من كل من قدم أبحاث فمجال النايتروسيفيك وتطبيقاته على الأقل ورقة بحثية أو كتاب الرجاء إرسال سيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية مع صورة شخصية بصيغة وورد مختصرة وبعناوين الأبحاث والكتب والرسائل العلمية الخاصة بالنيتروسيفيك في جميع المجالات على من يرغب فنسخة مطبوعة ملونة يتم التواصل على البريد الإلكتروني ملاحظة سيتم نشر الموسوعة برقم نشر دولي بدار نشر أوروبية الموسوعة العربية للعلماء والباحثين في مجال النيتروسيفيك وتطبيقاته دكتورة رفيف الحبيب سوريا دكتوراه في الإحصاء الرياضي والبرمجة من جامعة حلب عضو هيئة تعليمية مشرفة على الأعمال في قسم الإحصاء الرياضي كلية العلوم جامعة البعث عضو المجمع النيتروسيفيكي العالمي بأمريكا جامعة نيومكسيكو عضو الموسوعة الأمريكية للباحثين في مجال النيتروسيفيك عضو هيئة تحرير في المجلة الأميركية Neutrocific Sets and Systems عضو هيئة تحرير في المجلة الدولية لعلوم Neutrocific America International Journal of Neutrocific Asians عضو المجلس العالمي للعلماء والباحثين الولايات المتحدة الأمريكية عضو في الهيئة الاستشارية العليا للمجلس العالمي للعلماء والباحثين لعام 2020 أول باحثة سورية تقوم بإدخال منطق Neutrocific فلسفة الفكر المحايد إلى سورية والدول العربية من خلال وضع أسس احتمالات Neutrocific والتوزيعات الاحتمالية Neutrocificية واتخاذ القرار Neutrocificي من خلال أطروحة الدكتوراه بعنوان صياغة الاحتمال الكلاسيكي وبعض التوزيعات الاحتمالية وفق منطق Neutrocificي وتأثير ذلك على اتخاذ القرار والتي تمت مناقشتها بتاريخ السابع من مارس 2019 في جامعة حلب بالتعاون مع مؤسس نظرية Neutrocificي الكلاسيكي البروفيسوري المصري أحمد سلامة بجامعة بورسعيد والبروفيسوري الأمريكي فلورنتان سامارانداكا رئيس جامعة نيو مكسيكو في تلك الفترة مؤسس المنطقي تم الحصول على عضوية فخرية في الجمعية الدولية لعلوم Neutrocific بأميركا للإنجاز المتميز في مجال Neutrocific بتاريخ الخامس عشر من مارس 2018 وهي أول شهادة تمنح لباحث سوري في مجال Neutrocific من قبل المجمع العلمي العالمي Neutrocificي جامعة نيو مكسيكو أميركا نشرت العديد من الأبحاث والكتب الدولية بالتعاون مع البروفيسوري المصري أحمد سلامة بجامعة بورسعيد تم ترجمة كتاب مقدمة في الإحصاء Neutrocificي لمؤلفه البروفيسور الأمريكي فلورنتان سامارانداكا إلى اللغة العربية من قبل الباحثة في عام 2020 الكتاب يقع في 135 صفحة تحوي أساسيات علم الإحصاء وتعميمه إلى الإحصاء Neutrocificي بمختلف تطبيقاته هدية لكل الباحثين العربي بمختلف اختصاصهم وبشكل خاص للمهتمين بعلوم Neutrocific وهو الكتاب الثالث من بين الكتب التي تمت ترجمتها للعربية نظرا لنا جميع المراجع في هذا المنطق أجنبية وعلى أثر عملية الترجمة تم إصدار شهادة تميز بالنيتروسيفيك وكذلك عضوية فخرية في الرابطة الدولية لعلوم Neutrocific من قبل البروفيسور الأمريكي فلورنتان سامارانداكا لعام 2020 الموسوعة العربية للعلماء والباحثين في مجال Neutrocific وتطبيقاته من سوريا الدكتور رياض خضر الحميد له العديد من الأبحاث المنشورة في مجال Neutrocific امتدادا لأعمال البروفيسور المصري أحمد سلامة وهو أول باحث سوري يعمل في مجال Neutrocific توبولوجي وحاصل علي بعض شهادات التميز من المجمع العالمي للمتروسيفيك التخصص الدقيق التبولوجيا الدكتوراه كلية العلوم قسم الرياضيات جامعة البعث عام 2019 مكان العمل الحالي عضو هيئة تدرسية في جامعة الفرات قسم الرياضيات كلية العلوم بيانات وظيفية مدرس بقسم الرياضيات كلية العلوم جامعة الفرات المناصب لادارية نائب عميد للشؤون لادارية والطلابية كلية العلوم في جامعة الفرات النشاط العلمي الإشراف على الرسائل العلمية الماجستار والدكتوراه البحوث المنشورة والمؤتمرات الدولية له العديد من الأبحاث المنشورة في مجال النيتروسوفيك توبولوجي أمد حطف From the University of Gaziantep Graduate School of Natural and Applied Science Turkey Posición OF院 عمد حطف Received his B.S.C. From Alepo University Syria MSC From Adobe Fundamental Science Gaziantep University am أيضاً علامه سيئولة تقتل من خلالي صغير في المعدي الاستشرار والمجتمع التي نشارك الناس لفعل في المدينة العمل قس Leفري في فرص لمبت tongue و انتقال من 20 ذلك هل يمتشع كبير المواسلات مجرد المواسلات ريقم عمل مواسلات فرسلات 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 الموسوعة العربية للعلماء والباحثين في مجال نيتروسيفيك وتطبيقاته الباحث السوري لؤي أحمد صالحة سوريا إجازة في الرياضيات جامعة دمشق ماجستير في الرياضيات جامعة البعث مسجل لدرجة الدكتوراه بعنوان سيباريشن أكسيومز إن كريب نوتروسوفيك مالتي توبولوجيكال سبيس الأبحاث المقدمة في مجال نيتروسيفيك تم نشر ثلاثة أبحاث امتدادا لأعمال البروفيسور المصري أحمد سلامة جامعة بورسعيد والدكتور رياض الحميد جامعة الفراتي سوريا الموسوعة العربية للعلماء والباحثين في مجال نيتروسيفيك وتطبيقاته الدكتور صالح بوزينة الجزائر قسم الفلسفة كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية جامعة قسنطينة الجزائر الشهادات العلمية المنجزة شهادة الدكتوراه في الفلسفة تخصص فلسفة العلوم والقيم في الفلسفة الغربية المعاصرة من جامعة قسنطينة 2020 شهادة مستر في الفلسفة تخصص ابستيمولوجيا من جامعة قسنطينة سنة 2014 شهادة لسانس في الفلسفة تخصص فلسفة من جامعة الإخوة منتوري قسنطينة سنة 2012 عنوان أطروح الدكتوراه المنطق النيوتروسوفي عند فلورنتان سماريندكا إشراف أستاذ دكتور جمال حمود تم نشر العديد من المنشورات والكتب العلمية الشهادات التقديرية والجوائز شهادة تقديرية من الجمعية العالمية لعلوم نيوتروسوفيا نوتروسوفيكيشيانس انترناشونال اسوشييشن التي يرأسها الأستاذ فلورنتان سماريندكا فلورنتين سمارينداش سلمت لنا لمساهمتنا العلمية في المجلة الدولية المجموعات والأنصاق النيوتروسوفية نوتروسوفيك سيتس انت سيستمز من طرف فرع الجمعية العراقي برئاسة الأستاذة هدى إسماعيل خالد يوم التاسع عشر من أكتوبر 2018 ميلادية الموسوعة العربية للعلماء والباحثين من العراق الباحثي قيس حاتم عمران خليف الربيع عضو المجلس العالمي للعلماء والباحثين المعتمد دوليا من المجمع العلمي العالمي لعلوم وتطبيقات النتروسوفيك من الولايات المتحدة الأمريكية جامعة نيو مكسيكو له العديد من الأبحاث المنشورة المؤهلات العلمية ماجستير في علوم الرياضيات من جامعة بابل كلية التربية للعلوم الصرفة بابل العراق 2010 بكالوريوس بدرجة جيد جدا في علوم الرياضيات من جامعة بابل كلية التربية للعلوم الصرفة بابل العراق 2008 الخبرة العملية عضو هيئة تدريس وأستاذ مساعد في جامعة المثنى كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات السماوة العراق المناصب الإدارية والعلمية رئيس قسم الرياضيات في جامعة المثنى كلية التربية للعلوم الصرفة من 26 سبتمبر 2018 إلى 5 يناير 2010 رئيس لجنة علمية في جامعة المثنى كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات من 10 أكتوبر 2018 إلى 5 يناير 2010 عضو لجنة علمية في جامعة المثنى كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الرياضيات من 15 أكتوبر 2012 ولحد لانا أمين مجلس الكلية في جامعة المثنى كلية التربية للعلوم الصرفة من 11 فبراير 2015 إلى 23 أبريل 2015 مقرر قسم الرياضيات في جامعة المثنى كلية التربية للعلوم الصرفة من 15 أكتوبر 2012 إلى 21 يناير 2015 المجلات والجمعيات العلمية محرر بالعديد من المجلات العلمية مشارك في العديد من المؤتمرات والندوات يكتب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة المثنى عدد 10 كتب شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس الجامعة عدد 2 كتب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية عدد 8